حدثت قصتنا في قديم الزمان في بلدة رفية هادئة عاشت فيها فتاة جميلة تدعى بيل بيل من أسة ثرية جدا لكنها الآن تعيش عيشة عادية لأن أباها فقد عمله وأقعده المرض طريح الفراش مدة طويلة وكانت أختا بيل لا تعملان بل تذهبان إلى السوق دائما وكانت بيل تبقى في الغالب وحيدة تعتني بوالدها المريض تبدين اليوم فرحة كثيرا يا بيل نعم بل فرح يبدو علي عندما أقوم بعمل مفيد للآخرين لن نعطلك سندعوك لعملك ونذهب للتنزه في الحديقة وأرجو أن تنظفي لنا الغرفة قبل أن نعود لكي يزيد فرحك يا أختي حسنا سأفعل كل ما تريدانه مني وفي أحد الأيام وصلت رسالة تحمل أخبار مفرحة وصلت السفينة التي تحمل تجارتي إلى الميناء منذ أيام ظننت أنها غرقت ولكن الرسالة تقول خلاف ذلك سأرحل غدا لأتسلم البضاعة هذا رائع سنعود أثرياء انتبه على نفسك يا أبي رحلة موفقة أحضر لي هدية جميلة معك وأنا أيضا أريد هدية يا أبي حسنا كما تريدان وأنت يا بيل ألا تريدين أن أحضر لك شيئا معي؟ أريدك أن تعود إلينا سالما من رحلتك أطلب شيئا يا ابنتي إذا وجدت في طريق العودة بعض الزهور فأرجو أن تحضر لي طاقة كبيرة لأزين البيت بها زهور إلى اللقاء يا بنات لا تتأخر علينا يا أبي ورحل الأب متوجها إلى الميناء البعيد عن البلدة وبعد مدة وصل إليه وهناك وجد أن السفينة لم تكن تحمل بضائعه التي كان ينتظرها فانهارت آماله من جديد في عالم التجارة ولم يكن من طريق أمامه إلا أن يعود إلى البيت ترجمة نانسي قنقر لقد ضيع طريق العودة وتاه في الغابة الكبيرة سأموت من البرد إذا لم أجد طريق العودة إلى البيت ماذا أرى هناك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ماذا قلعة كبيرة في مثل هذا المكان الموحش؟ ولكن هل يعقل أن أجد أحد يسكن فيها أم أنها قلعة مهجورة؟ هل من أحد في هذه القلعة؟ يطلبون مني أن أدخل حسنا سأدخل عفوا هل من أحد هنا؟ ترجمة نانسي قنقر هذا المسهي يجب أن ترجمة نانسي قنقر أنا جائع جدا معيدتي تصرخ من الجوع سأكل حتى أشبح أكل حتى شبع ثم جلس قرب الموقت حتى أحس بالدفء في جسده ثم وجد غرفة فيها فراش فغط في نوم عميق حتى الصباح وعندما استيقظ رأى الثلوج قذابت وأشرقت الشمس على القلعة من جديد شيء غريب لا أجد أي أثر يدل على تلك الثلوج إنها ورود جورية رائع سأقف بعض الورود الجميلة لابنة بيل هكذا ترد الجميلة التي قدمته إليك بعد أن استقبلتك في هذه القلعة وأنقلتك مما كنت فيه تسرق الورود من حديقة قلعة أيها الرجل الورد أهم شيء في حياتي أرجوك أن تسامح تطاولي على حديقتك يا سيدي لأنني أردت أن أنفذ وعد الابنة بأن أحضر لها وردا ابنتك لدي ثلاث بنات وقد طلبت الصغيرة أن أحمل إليها طاقة من الورد عندما أعود من السفر تستطيع أن ترجع إلى بيتك الآن هل عفوت عني يا سيدي؟ على شرط أن ترسل إلى قلعتي من يكون رهينة بدلا منك ولكن يا سيدي وإذا لم يقبل أحد بأن يأتي بدلا منك إلى القلعة فيجب عليك أن تعود أنت إلي هل تعيدني بذلك؟ أعيدك بكل صدق سأعود حسنا وإذا لم يظهر أحد منكم في هذه القلعة بعد ثلاثة أيام من الآن فإنني سأقضي عليك وعليهن أينما كنتم ولا تفكر في خديعتي وعندما عاد إلى بيته روى لبناته ما حدث معه في القلعة ما الحل يا أبي؟ حدث كل هذا بسبب بيل فهي التي طلبت الورد إذن هي التي تتحمل النتائج لا لا داعي لهذا الكلام سأعود أنا إلى الوحش لماذا لا تذهب هي؟ دعها تذهب لأنها هي السبب يا أبي أخشى عليك من الوحش إذا عدت إلى القلعة وأنا أفضل أن أموت قبل أن يصيبك مكروه لا مفر من ذلك يا ابنتي فقد أمسيت رجلا مسنا أما أنت فلا تزالين شابة أنا من سيذهب إلى تلك القلعة يا أبي ومن يدري لعلي إن عاملت الوحش معاملة لطيفة فقد يعفو عني ويتخلى عن تهديده وقد يجعلني أعود إليكم من جديد بيل لقد قررت وانتهى الأمر يا أبي لم ترجع بيل عن قرارها على رغم محاولات والدها وفي اليوم التالي أوصل الأب بيل إلى القلعة وهو يأمل أن يلين قلب الوحش لقد أتيتك مع ابنتي أيها السيد المحترم اسمي بيل وقد جئت إلى قلعتك بدلا من أبي تنفيذا لوعده لك بيل أنت راضية بحضورك بدلا من والدك أنا راضية كل الرضا يا سيدي أنت فتاة طيبة يا بيل وستكونين سعيدة هنا وأنت تستطيع أن تغادر القلعة صباح الغد وتعود إلى بيتك كما وعدتك وابنتي يا سيدي مع السلامة ابنتي في الصباح سيغادر الأب تاركا ابنته في هذه القلعة الغريبة مع ذلك الوحش ولكن ماذا سيفعل وأخلد كل منهما إلى نوم عميق لشدة الإرهاق والتعب وعلى الرغم من ذلك كان هناك مجال لأحلام تتسلل إلى فراش بيل لتوقظها من سباتها العميق يا له من حلم غريب لكنه جميل أيضا وفي صباح اليوم التالي عاد الوالد إلى بيته لا لن أبكي أبدا يجب أن أعرف كل شيء عن القلعة غرفة جميلة ورائعة لمن هذه هي ترى؟ إنها لك يا بيل غرفتي؟ أحضرت كل هذه الأشياء من أجلي أيها السيد من أجلي؟ عندما علمت بيل أن الوحش لا يريد إذاءها صارت راضية أطلب ما تريدين يا بيل ولا تخشي أن يؤذيك أحد في هذه القلعة إذن هل يمكنني أن أطلب طلبا صغيرا أيها السيد؟ بالتأكيد أريد أن أطمئن على أبي هل وصل إلى البيت سالما؟ وما أخباره؟ وما أخبار صحته؟ فهو مريض وقد ذهب من هنا وهو حزين إنه يحبني كثيرا ليتني أستطيع أن أراه ولو لوقت قصير جدا بيل هل أستطيع أن أراك وأنت تتناولين طعامك؟ ادخل أيها السيد إذا كان حضوري سيزعجك ففي إمكانك أن تقول لي انصرف من هنا في أي وقت تشاءين لن أقول ذلك أفضل أن تقولي الحقيقة أنا قبيح جدا ووجهي لا يسر من ينظر إليه أليس كذلك؟ صحيح آسفة أيها السيد ولكنني لم أحاول أن أكذب على الآخرين لا عليك وجهي قبيح جدا وأنا أدرك ذلك جيدا أعرف أنني أهوج وأشعر بأن هذا الرأس فارغ تماما ليس صحيحا من كان رأسه فارغا يظن أنه أعقل الناس ولذلك أرى أنك صاحب عقل كبير شكرا على المجاملة ليست مجاملة لقد قلت لك سابقا إنني لم أكذب يوما على أحد بيل أنت فتاة رائعة وفي منتهى الأدب لكن لو كان لدي عقل لكنت عرفت كيف أنتقي الكلمات التي تعبر عما يدور في داخلي الكلمات تهرب مني كل ما حاولت أشكرك على طعامك اللذيذ تصبح على خير بيل هل تقبلين أن أكون زوجا لك؟ أريد جوابا هل تتزوجينني؟ أنت لطيف جدا ولكنني لا أستطيع أن أقبل ذلك أنا آسفة فهذا طلب غريب تصبح على خير يا بيل لا أريد أن تكون حدينة ولكنني لا أستطيع لا أستطيع عاشت بيل في قلعة الوحش عيشة هادئة سعيدة كانت تمضي أوقاتها بقراءة الكتب المفيدة والمشي في حديقة القلعة الواسعة ورعاية الزهور التي تحبها أما في الليل فكان الوحش يروي لها القصص المدهشة لكي يفرحها ويسليها وبدأت بيل تقتنع يوما بعد يوم أنه ليس وحشا وصارت تنتظر رواياته للقصص على أحر من الجمر لكن بيل لا تستطيع قبول طلب الوحش أن يتزوج بها وقد كانت تشعر بالحزن الشديد كلما طلب إليها الوحش ذلك وكلما رفض الطلبة تلمح في عينيه الحزن والكآبة وبقيت حياتها على هذا المنوال إلى أن جاء يوم من الأيام جلست فيه بيل تقرأ الكتب كعادتها أبي سيدي لا أعرف لماذا قبض قلبي فجأة لقد أحسست برغبة في أن أرى أبي أريد الذهاب أرجو أن يكون بخير يا بيل لا تقلقي أبدا حسنا تستطيعين الذهاب لترأي والدك شكرا جزيلا لك ولكن ليس قبل أن تعيديني بأنك ستعودين إلى هنا بعد أسبوع واحد أعيدك بذلك انظري إلى الخاتم الذي بيدك ما به عندما تريدين الذهاب إلى أبيك عليك أن تضعي هذا الخاتم على المندضة ثم تستلقي في فراشك ولكن إذا لم تعود بعد أسبوع أنا سأكون على كل لن أقول شيئا تصبحين على خير وضعت بيل الخاتم على الطاولة ونامت بعمق وعندما استيقظت وجدت نفسها في منزلها لم تصدق بيل ما جرى ولكن هذا ما حدث أبي العزيز كيف حالك؟ أدتكي أطمئن على صحتك بيل أنت خيال أم حقيقة؟ بل حقيقة اشتقت إليك كثيرا وأنا في القلعة فرح الوالد بعودة ابنته فقد حكت له كل شيء عن الوحش وعن الوعد الذي قطعته على نفسها وكان هناك من يسترق السمع ويحسد بيل على ما وصلت إليه ما رأيك أن عامل بيل بلطف زائد حتى ترتاح ولا تفكر في العودة إلى القلعة بعد أسبوع كما وعدت؟ وعندئذ سيغضب عليها غضبا شديدا لا تتوقع بيل لقد اشتقت إليك كثيرا يا أختي أتذهبي إلى القلعة فنحن نحبك كثيرا يا أختي وأنا أيضا وبذلك تأخرت بيل في العودة إلى قلعة الوحش وأخلفت وعدها له ففرحت الأختان بذلك ثم انقضت عشرة أيام كاملة وبيل في منزلها لماذا فعلت ذلك يا بيل يا إلهي أين اختفى؟ أيها السيد أين أنت؟ أين أنت؟ أيها السيد سيدي أرجوك أين ذهب؟ إنني أناديك يا سيدي فلماذا لا تجيب؟ ها؟ سيدي أيها السيد أرجوك إنهار إنهار سأرش على وجهي بعض الماء لقد عدت إليك يا سيدي أتراني؟ أنا بيل وعدت إليك بيل الحمد لله أنك عدت إليه يبدو أن ساعتي اقتربت ولم يبقى من عمري كثيراً لا تحزني علي فأنا لا أستحق الحزن لا هذا ليس صحيحاً لقد عدت كي أقول لك إنني موافقة على الزواج أرجوك لا تجامليني يا بيل أرجوك لقد فات الأوان أنا لا أجامل ولا أكذب أنا قبلت بأن أكون زوجتك أنا متأكد بأنك تجاملينني لذلك لن أعيك واجهي بعد هذا اليوم أبداً الوداع يا بيل من أنت؟ وإن ذهب الوحش؟ ها أنا ذا يا بيل أكاد لا أصدق أنك ذلك الوحش بلى صدقي وإنما فعلت هذا بي امرأة شريرة كنت قد طردتها من بلادي ولم يكن في الإمكان عودتي إلى شكل سابق إلا إذا قبلت فتاة جميلة بالزواج بي إن طيبتك ورقة مشاعرك قد أزالت كل ما هو قبيح يا بيل لقد ربحت جمال النفس والقلب وليس جمال الوش وحده شكراً جزيلاً لك ستكونين زوجة رائعة للحاكم وهذا لطف كبير منك يا سيدتي اسمعي ستكونين حاكمة البلاد الجديدة وعليك أن تحكم بالعدل والإنصاف ما استطعت لأن من يزرع الخير لا يحصد الشر سأكون حاكمة لقد أخجل وهكذا عاش الحاكم والحاكمة بيل مع والدها الذي أحضرته بعد ذلك بسعادة حقيقية أما الأختال الحاقدتان فقد ظلتا في المنزل عقاباً لهما على أفعالهما لأن الحسد لا يؤفي إلا صاحباً